حق أعرب خلق حق أعرب أحمد العوضي تمام ميت فل و 14 احنا أصبحنا كمشاهدين خلاص منتظرين أنه كل رمضان لازم يكون موجود معنا أحمد العوضي المرة دي من المرات اللي أنا بظن فيها أن أحمد العوضي برضو مختلف شوية يعني مش هو هو أحمد العوضي بتاع كل مرة فيه اختلاف ما وده اللي هنسأل عليه اللي كتب المسلسل بتاع حق أعرب تحديدا وهو كاتبنا ومؤلف المسلسل منورنا محمود حمدان منور أعمل إيه؟ كلوا تمام حبيبي الحمد لله مفروض تمثل يا محمود بداني مفروض أي يطلع قدام الكاميرا على طول على طول طبعا سعيدة أحمد العوضي هقولك إيه دا به نحن كده هدخسر دا أخوي يا دا أخوي��요 تحكي لها حكاب تعد حق أعرب عشان كنت بقول أنه الناس كلها بتعلق fart أحمد العوضي السنية دي مختلف كمان عن السنين اللي قابل كده وده في حد ذاته مهم وجيد أن أحمد ما يطلعشه كل مرة بنفس الشخصية الشخصية أو بنفس الملامح بتاعت الشخصية أحمد يعني أحمد ممثل مجتهد جدا 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 وأحمد عارف قدرات نفسه وعارف إمكانياته وعارف هو فين في الحقيقة أحمد إحنا لما جينا قعدنا ندردش في الأول علشان إيه هنقدم إيه للأحمد العودة السنة دي نحط إيه القالب اللي أحمد العودة يبقى فيه أحمد الناس بتحبه أحمد عنده جمهوره عنده شعبية كبيرة جدا جدا من الجمهور في الشارع المصري بيحبوا يتفرجوا عليه فبالتالي إحنا كنا لازم نستثمر هذه الشعبية بشكل طبعا الناس متخيلة في بداية الأمر لسه في واحد رمضان إن يا هنشوف بقى بلطجة وهنشوف وما فيش الكلام ده أصلا إحنا ما عندناش ده في المسلسل إحنا عندنا بطل شعبي بجد بطل شعبي بيقف مع الغلبان بطل شعبي القيم اللي إحنا مفتقدينها بطل شعبي جدع أكتر منه بطل شعبي فتوى بالزبط وبيفتري على الناس أو بيفتري على حد أو بيأخد حقه بشكل مش محترم ما عندناش ده لأن أنا نفسي ما بحبش ده ولو في عمل بيبقى شابه كده أنا ما بحبش أتفرج عليه ولا أسرتي هتتفرج عليه ولا أهلي يتفرجوا عليه فبالتالي كان لازم نشاور على فكرة البطل الشعبي اللي الناس بتحبوا من أيام أستاذ فريد شوقي البطل الشعبي اللي هو اللي بيجيب حق الغلبان اللي بينصر المظلوم اللي بيقف مع البنت اللي في الشارع لو حد عكسها اللي هي الحاجات اللي احنا مش عايزة قول مفتقدينها ولكن اللي احنا بنشاور عليها تاني نقول ده اللي فيه أصلا جزء من تركيبة الشارع المصري الطبيعي السمات بتاعت الشارع المصري الواد الجدع اللي ما بيسمحش بقلة الأدب ولا بقلة الزوق ولا بتخطي الحدود ولا تخطي العادات ولا التقاليد اللي يخاف على أي بنت في الشارع حتى لو ما يعرفهاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة